أن أتقدم بامتناني وتقديري لفخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة على هذه الثقة الغالية والكبيرة التي حضيت بها وسوف أعمل جاهدة إن شاء الله لأن أكون في مستوى بود كذلك أن أتقدم بتحية خاصة لمعارسي دوز الأول وأخي العزيز وأحييه على كل المجهودات التي بدلها خدمة للجزائر خلال كل هذه الفترات التي قدمها هي مناسبة كذلك والجزائر تعيش هذه المرحلة الخاصة في تاريخها والجزائر والجزائريين ينتظرون تدسيد كل هذه الطموحات التي عبروا عليها خلال الأيام والأسابيع الماضية والتي توجت بخارطة الطريق التي وضعت والخاصة بهذه الإصلاحات العميقة والكبيرة التي سوف تعرفها هذه الجزائر الجديدة التي يطمح إليها كل جزائري وجزائرية بكل فئاته وخاصة شبابنا فكما تعهدت بالأمس مع فخامة رئيس الجمهورية على أنني سوف أعمل بكل جد وبكل إخلاص لمرافقة ومواكبة هذه الإصلاحات والعمل على تدسيدها ميدانيا أتعهد أمام شعبنا وأمام مواطنين ومواطناتنا على أن نكون ليل نهار في الاستماع إليهم في خدمتهم في التقرم منهم في جواريتهم خاصة من خلال هذه النداءات التي استمعنا إليها خلال الأسابيع الماضية وفي حقق الأمر المواطن الجزائري والشعب الجزائري باعتباره قوة اقتراح لنا كحكومة سوف نعمل إن شاء الله على أن تتجسد ميدانيا بمعية كل الطاقم الحكومي الذي سوف يرافقني في هذه المهمة الصعبة وهذه المسؤولية التي أعتبرها تكليفا كبيرا الرب سبحانه وتعالى يقدرنا على هذه المسؤولية وعلى أن نكون في مستوى هذه التقاء وفي مستوى طموحات شعبنا مواطنين ومواطنتنا